السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا درسنا اليوم مهم جدا وأساسي جدا بكل ما يتعلق بمدارس علم الفلك وعلماء الفلك على مر التاريخ بكل العصور بكل الديانات بكل الأقطاب يعني شامل كل إشي فعشان هيك بدو تركيز لأنها عبارة عن فقرات ما رح أقدر أسترسل في كل باب من هاي الأبواب ولكن بدأ أعطيكو لمحة عارفية عن علم الفلك وأنواعه عشان تعرفوا تميزوا إيش هو علم الفلك وإيش الناس الموجودين وتعرف أنت لحالك تربط بين الأمور بكل سهولة وبرضو في أسماء كتب ومراجع وعلماء تقدر ترجع أنت تجيب كتبهم هاي اللي أنا رح أذكرها وتقرأها وتتمعن فيها وتتخصص بالإشي اللي بنحكها ملاحظة في كثير من الأمور بتدخل لبس عند الناس في ناس بتخلط العلوم في بعض هيك ضربها بخلات وبترش عليها اجتهاداتها الشخصية فبتطلع العلم هذا من أصله فبصير خليط بأشياء معقدة مع بعض وبطلع كله كذب فعشان هيك بتكون تركزوا عشان تعرفوا كل التفاصيل ما رح أبخل عليكم بشيء أول إيش بالنسبة لعلم الفلك إمتى اللحظة الأولى اللي أشير فيه لعلم الفلك أو بلشت الحسابات الفلكية في هذا الكون وين الدليل على هذا الموضوع أول إيش بالنسبة لعلم الفلك أول ما تأسس تأسس هو في سورة الكاف تم ذكره عن أهل الرقيم وكلمة الرقيم أنهم كانوا يرقموا ودلالة على أنه اختفوا الأشخاص بالكاف ولبثوا سنوات أنه صاروا يحسبوا لهم ويعلموا فكانوا جهتين جهة تحسب بطريقة وجهة تحسب بطريقة اللي كان حسابهم الدقيق اللي هم حسبوا 309 سنوات اللي هي لحظة ظهورهم لما ظهروا على الحساب تأكد أنه هذا الحساب أدق من هذا الحساب فصار هذا الحساب معتمد وتحددت هنا أول رزنامة تعرف أو كلندر يعرف بالتاريخ وهي أساس الحياة البشرية هي الرزنامة بدون معرفة التاريخ والأوقات معناته إحنا من كون ضايعين فكانت حكمة ربانية إخفاء هذول الأشخاص بالكاف لأجل الناس إنها تتمعن بالكون وحساباتها لأجل وضع الأوقات هنا إن وضع الوقت بعدها انتشرت بهالكون الواسع وأصبحت كل جهة تتمعن بهاي الأوقات بعلمها بطريقتها المختلفة فمنيجي بالأساس إيش علم الفلك عرف علم الفلك يا سعيد علم الفلك هي علم الروابط بين علم التنجيم والتقليد الديني أو الروحي هذا أهم تعريف لإله بيدرس من خلاله الأهمية الرمزية للأجرام السماوية والدورات الكونية في سياق المعتقدات الدينية والأساطير يعني كل حقبة إلها دينها وإلها مذهبها إلها أساطيرها خلطت الفلك مع حياتها اليونانيين وسموا الكواكب بأسماء الصينيين سموها بحيوانات العرب سموها بأسلحة وغيرها 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 وكل حضارة سمتها بالمعتقد الديني والأساطير اللي بتتعلق فيها بيتعمق علم التنجيم في الرمزية السماوية الموجودة في النصوص القديمة والعمارة المقدسة والطقوس الدينية تشمل الشخصيات البارزة في علم التنجيم وأول شخصية رح نذكرها اللي هي مانلي بي هول وهو عالم باطني باطني طبعا الحقبة الباطنية حقمة التكفير وحقمة إنه ما فيش قيامة وفيش آخرة وفيش نار وفيش حساب وفيش حياة بعد الموت وفيش مش عارف إيش هدولة أول أشخاص تعمقوا في هاي المسائل وهدولة أول ناس حطوا المعتقدات اللي كثير من الأشخاص للأسف بأخذوها وبحكوا فيها وهم مش فاهمين أنهم قاعدين بكفروا وهذا العلم إحنا منوخذ منه الإشي الإيجابي ومننبذ منه الأشياء السلبية والأشياء الكفرية أو الشركية هذا الشخص اللي هو مانلي بي هول مؤلف استكشاف الروابط الرمزية بين علم التنجيم التقليدي والروحية المختلفة الأنواع كلها في علم الفلك والمدارس اللي موجودة في علم الفلك عمقت علم التنجيم ونوعته وخلت إلو طبيعة متعددة بالتخصصات بيجلب كل نهج وجهها نظرة ووقت وتطبيق فريدة جدا بيثري هذا الشيء على مفاهيمنا وللتأثيرات السماوية على حياة الإنسان وعلى علم النفس وعلى الروحانيات وعلى الجماد وعلى الكون إثراء عالي جدا مستحيل يحصر بحلقة واحدة ولكن أنا بدي أحاول أني أبسطلك الأمور لأقل شيء طبعا ساعة مساهمات هذه الشخصية البارزة أفاق علم التنجيم وعززت تطور المستمر كأداة عمقية للاستكشاف الذات والتوجيه والنمو والشخصية هيك إحنا الأساس ماشي الآن منيجي على كيف وصل علم العرب وانتقل علم العرب العرب كان لهم علم محدود مش علم كبير يعني كانوا يعتمدوا على الكواكب الأساسية اللي هي القمر والشمس الزهرة عطارد المريخ المشتري وزحل هدولهم اللي هم سبعة الأساسية اللي معروفة بأي خارطة فلكية الآن في حضارات أخرى كانت برضو تعتمد هاي الكواكب الأساسية لأنه ما كان معروف غيرها وكانت تحط حساباتها على هذا الموضوع اللي هم العلم التقليدي الفلكي الهلينستي الهندية السابقة وأيضاً وأيضاً العلم اليوناني والعلم الفارسي والعلم الصيني هدولا هم الأساس طبعاً العربي بتقسم بمنطقة إفريقيا وآسيا أساً في فترة الحكم العباسي والثورة الإنفتاحية اللي صارت في العلم والترجمة أساساً اللي صارت بالعراق راحوا جابوا كل الكتب من كل الدنيا وجابوها وترجموها وتعلموها وتعمقوا فيها كان أغنى مكتب موجود في العالم كله اللي هي التأثير الفارسي أو العلم الفارسي لأن المنجمين الفارسيين ساهموا مساهم ملحوظة في علم التنجيم العربي لأن هدول الأشخاص كانوا أقرب باللغة وأقرب بالسفر لا الهند ولا الصين وبرضو إلهم اتصال مع اليونان شوي فجابوا هاي العلوم جمعوها مع بعض وحللوها وبعدين لما ترجمت للغة العربية أصبحت القاعدة الأساسية اللي اعتمد عليها كثير من العلماء بالعصر السابق وأيضاً بالعصر الحالي وأول شخصية راح نحكي عنها اللي هو الشخص اللي بصير التباس كثير في حياته أو باسمه والناس بتفهم شيء وبتروح بتحكي شيء اللي هو أبو معشر البلخي أبو معشر البلخي اللي هو قلبه ما صار اسمه هذا الشخص هو أساس علم الفلك طبعاً في أشخاص بالعصور اللي بعديه أجوا وسموا حالهم أبو معشر الفلكي بدل ما يطلق اسمه ويحكي عن اسمه فهو يأخذ اسم أبو معشر ويقول الفلكي مش البلخي الفلكي ويروح يضيف معلومات ويحطها على إنها تنسب لأبو معشر الفلكي ولكن مش البلخي يعني خلطوا الشخصيتين هاي شخصية أبو معشر البلخي اللي هو ألبو مسار هذا شخصية لحاله وكل ما بتقرؤوه عن أبو معشر الفلكي شخصية ثانية ما لها علاقة بالشخصية الأساسية اللي لها بعلم الفلك الصحيح وعلم الفلكي التنجيمي الصحيح فعشان هيك أكثر اللغط والتشويه والكذب صار من كل الأشخاص اللي دخلوا علم الفلكي وسموه باسم أبو معشر الفلكي فيه شخصية ثانية اللي هو الكندي اللي طور تقنيات ونظريات فلكية بناءة على فهم علم التنجيم الفارسي وعلم التنجيم الهنيلستي اللي هو الهندي أصبحت أعمال أبو معشر مثل المقدم الكبرى والاختصار هدول المقدمتين نصوص مؤثرة في علم التنجيم في العصور الوسطى طبعا بعد ما أجل عصر العباسي وبعدها دخل هولاكو اللي هو التتر وحارقوا المكتبات اتهربت هاي الكتب وراحت لأوروبا وبعدها اترجمت وهم استفادوا من هذا الشيء بعدين طلع عنا احنا شيوخ كفروا وحرموا وحرقوا وهاجموا الفلكيين وجهلوا الناس لأنهم ما بيعرفوا في هذه العلوم فبدهم يوصلوا الناس أنه خلص كلمة الشيخ هي اللي بتمشي وأي واحد بشغل عقله هذا لازم يقام عليه الحد وهذا نفسه صار في الحضارة الأوروبية نفس الشيء ظهروا رجال الدين الكنسيين واتهموا علماء الفلك بأنهم أشخاص سحرة ولازم حرقهم ولازم قتلهم لأنه ما بدهم العقل يشتغل بدهم هم السيادلة لهم اللي هي السلطة الدينية لهم وما بدهم أي شخص يشغل عقله طبعا كل علماء القدامى بأي حضارة كانت ما بده يركز على الإسلام بس لحاله كلهم كان من أساس العلوم عندهم اللي هو علم الفلك يعني قبل ما يتعلم أي شيء بده يتعلم ده يتعلم علم الفلك لأنه من علم الفلك والرياضيات والفيزياء الفلكية بيتطور عقل البني آدم فبيقدر يسعى بعدها ويتخصص زي ابن سينة راح تخصص بالطب ابن الهيثم تخصص في أمور أخرى يعني كل العلماء القدامى لو ترجعوا بقولك كان عالم فلك طب عالم فلك في إيش؟ والأساس هو علم الفلك التنجيمي هو الأساس العلم الفلك العصري زي ناسا وغيرها هاي علوم راحوا سحبوها يعني جزء من علم الفلك أخذوا لهي الحسابات وأخذوا فيها بس وقالوا لك ما في إلها تأثيرات وهذا كله راح نجي الآن بالتفاصيل طيب هنا يعني تقريبا بلشت تتضح الصورة الآن تكامل التقاليد ما قبل الإسلام علم التنجيم العربي مدمج لعناصر من تقاليد ما قبل الإسلام مثل علم التنجيم في بلاد ما بين النهرين علم التنجيم البابلي وكان منهم علماء مثل الكندي وأبو معشر اللي دمجوا التقنيات هاي مع بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعلوم الهندية وحطه نوع من أنواع القواعد التطورات التقنية الفلكية قدمت على علم التنجيم العربي تقنيات تنجيم مختلفة ومسقولة شوي طبعا تطوير النظام اللي هو الفلكي زي نظام المنازل الفلكية ونظام منازل الشيبيتيوس المؤثرة اللي المنجمون العرب أخذوا فيها وعملوا شوي التحسين على طرق حساب مواقع الكواكب وطوروا تقنية تنبؤية جديدة وقدموا مصطلحات فلكية خاصة بالعربية طيب الخلاصة والكتب والأمور هاي كتب المناجمين العرب البارزين وأطرحاتهم وملخصاتهم وموسعاتهم كانت كلها يعني بتتركز على تجميع وتوزيع المعرف الفلكية ومن أبرز الأعمال كتاب الإرشاد فيه عناصر فن التنجيم للكندي وكتاب الفلكي الماهر لأبو معشر كتاب الفلكي الماهر لأبو معشر أصبحت هاي النصوص مراجع مؤثرة للمنجمين في العالم الإسلامي والخارجي طيب إيش التأثير الثقافي والانتشار كان لعلم التنجيم العربي تأثير عميق على الثقافي الإسلامية الأوسع في دمج المعرف الفلكية في مختلف المجالات في الطب في علم الفلك في الفلسفة وترجمت النصوص الفلكية العربية إلى اللاتينية خلال العصور الوسطى وهذا الشيء أدى للنهضة نهضة التعلم الفلكي في أوروبا الشخصيات الرئيسية البارزة في هذا العلم اللي موجودة بالعالم وأسست هاي العلوم من العالم العربي عنا أبو معشر والكندي وشخصيات بارزة أخرى في هذا العلم التنجيمي مثل البيروني القبيسي القابسي يعني في فرق ما بين الاثنين وعنا أيضا فيه شخصية اللي هو ابن الطوسي أو الطوسي بسمه وفيه عالم اسمه ما شاء الله هذا ما أحد أسمع فيه طبعا إلا اللي بيعرفه في علم الفلك ساهمت أعمالهم في تطوير تقنيات التنجيم وسقل الأساليب التنبؤية ودمج علم التنجيم مع التخصصات الأخرى طبعا من المهم هاي كل هالأسماء اللي أنا حكيتها اللي حاب يعمل سيرتش عليها على كيوبيديا أو على الأجانب أو عند الدنيا كلها بيقدر يدخل على كل واحد منهم ويأخذ لمحة شمولية وتفصيل أكثر لتطوير علم التنجيم العربي والأعمال العملية مثل مقدمة في علم التنجيم العربي لتشارز بورينت هذا من أهم الكتب اللي الوحد يطلع عليها وتاريخ علم الفلك العربي لجورج صليبة هذا برضو من أهم الكتب اللي بعطيك لمحة واسعة عن علم الفلك ومدارسه وأبوابه هذول الكتابين بنصح الجميع اللي مهتمين بدهم يتعمقوا ويفهموا أساسيات يقرأوا له هذول الاثنين طيب خلينا علم الفلك العربي العديد من العلماء المؤثرين اللي يقدموا مساهمات كبيرة في المجالات زي ما حكينا اللي هم منهم أبو معشر البلخي منجم فارسي شهير عاش خلال القرنين التاسع والعاشر لعبة أعماله دور مهم في تطوير ونقل علم الفلك خلال العصر الإسلامي في العصور الوسطى من أشهر كتبه المقدم الكبرى اللي هو كتاب المدخل الكبير هذا الكتاب بغطي العمل الشامل بمواضيع علم الفلك المختلفة بما في ذلك مبادئ علم التنجيم وتفسير مواقع الكواكب وتأثير الأجرام السماوية على شؤون الإنسان وفي كتاب اسمه الاختصار وهو كتاب المختصر في علم النجوم هذا الكتاب بقدم لمحة موجزة عن مبادئ وتقنيات التنجيم وبيقدم إرشادات عملية للمنجمين وفيه برضو للكندي الكندي معروف باسم فيلسوف العرب فيلسوف كان رياضيات ومنجم عربي ومؤثر عاش في القرن التاسع وقدم مساهمات كبيرة في مختلف روع المعرفة وبرضو في علم التنجيم ومن أشهر أعماله كان فيه كتاب اسمه رسالة في علم أحكام النجوم هاي مقدمة لمنهجية المبادئ التنجيم وبتغطي موضوعات مثل الأبراج وحركة الكواكب والتفسير يعني وتكونات الكواكب البيروني قدم البيروني الباحث الإيراني اللي عاش في القرن الحادي عشر مساهمات ملحوظة في مختلف المجالات في علم الفلك ورياضيات وعلم التنجيم وأعماله المعروفة هي بتدخل في عمق التقليد الفكري اليوناني والفارسي والهندي من كتب المشهورة كتاب التدريس في عناصر فن التنجيم اللي هو كتاب في علم النجوم متخصص في هذا المجال بيقدم هذا العمل دليل شامل لعلم التنجيم وبناقش موضوعات مثل الكواكب وعلامات الأبراج والتقنيات التنجيمية القبيسي الجابيتيوس بسمه باليونانيين القبيسي المعروف أيضا زي ما حكينا ألتشابيتيوس باللغة اليونانية القديمة منجم عربي عاش بالقرن العاشر وهو معروف بشكل خاص بمساهماته في أنظمة المنازل الفلكية أشهر كتبه هو مقدم في علم أحكام النجوم اللي هو كتاب في علم المواعيد للبروج بتقدم هذه الرسالة مقدمة في علم التنجيم وتركيز على حساب وتفسير البيوت والتي تعتبر بالبالغة الأهمية للفهم تأثيرها على الأجرام السماوية في مجالات الحياة المختلفة ولعبوا هذول العلماء وأعمالهم دور مهم في تطوير ونشر المعرف الفلكي في العالم العربي والإسلامي وأثرت كتبهم على الأجيال اللاحقة من المنجمين وساهمت في تقدم الشامل لعلم التنجيم خلال فترة القرون الوسطى علم الفلك العلم الفلكي اللي بنقدر نقول اللي يسمى باسم علم اللهوت الفلكي هذا فرع من فروع علم الفلك بدمج المبادئ والمعتقدات الفلكية في دراسات الأجرام السماوية وتأثيرها على شؤون الإنسان وبيستكشف الترابط بين حركة مواقع الأجرام السماوية وتأثيرها على البشر والأحداث على الأرض على مر التاريخ وظهرت أنواع ومدارس مختلفة من هذا العلم الفلكي لكل منها أنصارها وأفكارها المهمة طبعا رح نتعمق الآن بكل هاي المدارس علم التنجيم الهالينيستي هاي طبعا من أول أو من أشهر المدارس اللي هي بتمارس بالعصر الهالينيستي كانت بتمارس هاي الطريقة الحسابية اللي امتدت بين القرن الثالث قبل الميلاد للقرن الثالث الميلادي طبعا كان أكثر المؤثرين أو القائمين على هاي الحسبة اللي هو كلوديو بطليموس تيترا بيبلوس اللي هو الفلك اليوناني كلوديوس بطليموس هو اللي حط حجر الزاوية في علم التنجيم الغربي وكان نموذج المتمركز حول الأرض وتأثير عميق جدا كان له على المنجمين اللاحقين جمعت جمعة أعمال بطليموس ومبادئ علم التنجيم اليوناني مع علم التنجيم البابلي والمصري هو عملة الشكل الأساسي بتحديد صورة التنجيم الغربي علم التنجيم في العصور الوسطى طبعا ازدهرت علم التنجيم في العصور الوسطى المعروفة أيضا باسم التنجيم العربي أو علم التنجيم في العصور الوسطى من القرن التاسع للقرن السابع عشر خلال هاي الفترة لعب علماء المسلمين دور مهم في الحفاظ على المعرف الفلكية وتوسيعها من الشخصيات البارزة اللي هي زي ما ذكرنا أبو معشر البلخي وغيرهم اللي ذكرناهم وبطليموس على المستوى الغربي وساهمت أعمالهم في إحياء علم التنجيم في أوروبا طبعا جميع الكتب المؤثرة في هذا الموضوع كان مقدمة عظيمة في علم التنجيم وتقليد فلكي مختلف وقدم دليل شامل لعلم التنجيم علم التنجيم في عصر النهضة طبعا شاهدت في فترة النهضة واهتمام متجدد بعلم التنجيم وسعى العلماء لدمج المعرف الكلاسيكية مع اكتشافات جديدة كان يوهانس كيلبر أحد الشخصيات البارزة في هذا العصر وهو عالم فلكي وعالم الرياضيات قدموا ساهمات كبيرة في كل من علم الفلك وعلم التنجيم بينها اشتهر كيبلر بقوانينه الخاصة بحركة الكواكب ومارس أيضا علم التنجيم وآمن بالتأثير الفلكي للأجرام السماوية على الأحداث البشرية استكشف عمله طبعا واللي بحث فيه واللي وضع كل الكتب اللي تتعلق في هذا الموضوع اللي هو دي ستيلا نوفا اللي هو طبعا 1604 هذا يعني الأثار الفلكية للمستعر الأعظم كان اسم المخطوطة تبعته علم التنجيم النفسي علم التنجيم النفسي هو بأكد أو المعروف بعلم التنجيم التعمقي أو التخللي أو يعني له علاقة إنه شاف إنه هذا العلم كمان بأثر على الأبعاد النفسية والروحية غالبا بيرتبط اسم كارل جوستاف يونغ هذا الشخص هو طبيب طبيب نفسي ومحلل نفسي سويسري وهو يعني من أشهر الناس في علم النفس وكل اللي بيشتغلوا أو درسوا علم نفس بعرفوا هاي الشخصية لأنه هذا الشخص هو وضع القواعد دمج ما بين علم الفلك وما بين التحليل النفسي وفيه وصل علم النفس لتحليل الشخصيات والقدرة على علاجهم بالطريقة المعاصرة اللي إحنا منعيش فيها بيعتقد يونغ أنه علم التنجيم يمكن أن يقدم رؤية قيمة على شخصية الفرد ونفسيته وأثر استكشاف للنماذج البدائية واللاوعية المجتمع وتطور التنجيم النفسي اللي بيسعى إلى استخدام الرمزية الفلكية كأداء لاستكشاف الذوات والنمو الشخصي هو مؤلف له مؤلفات كثيرة موجودة بس اكتب اسمه لأنه أهم كتابين عشان أنت تقدر تدخل للعمق النفسي وتفهم شو يعني التحليل النفسي فلكيا فلازم تقرأ كتاب علم النفس وتحليله وإله كتاب اسمه الكتاب الأحمر وإله كتاب الأحلام هذولا أشهر ثلاث كتب وهاي الكتب قيم جدا 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 وهي اللي حطت يعني الحجر الأساس في علم التنجيم النفسي علم التنجيم الحديث علم التنجيم الحديث طبعا بيشير لممارساته ما بين القرنين العشرين والواحد وعشرين بيتضمن عناصر من علم التنجيم النفسي وعلم التنجيم الإنساني وعلم التنجيم عبر الأشخاص أحد أكثر الشخصيات تأثير كان في علم التنجيم الحديث هو دان روديار طبعا دان روديار هو فيلسوف ومؤلف وملحن فرنسي أمريكي يعني اتبع نهج أكثر شمولية في علم التنجيم مع تركيز على إمكانيته لأغراض الروحية وتحولاتها وقدم كتابه علم التنجيم للشخصية منظور نفسي لعلم التنجيم واستكشف مفهوم الدورات الفلكية علم التنجيم التطويري علم التنجيم التطويري الأشاعه جيفري وولف جرين بيركز على الرحلة التطورية للروح عبر فترات حياة متعددة وإنه مستمد من المفاهيم الموجودة في التقاليد الباطنية هيرجعنا والروحية ودمجها مع المبادئ الفلكية وقدم عمل يعني عمل جرين أو الخط الأساسي دخل بلوتو في الموضوع اللي هو علاقة برحلة تطور الروح وفكرة التنجيم التطوري صارت محور أساسي ببلوتو واللي بتأكد على الأنماط الكارمية وتطور الروح واللي تم كشف عنها في مخطط الميلاد والنهج وبينظر لها علماء التنجيم على إنها هي الأساس في علم التنجيم طبعا هي لحالها ما بتكفي لأنه فيها كثير من الأخطاء واللغط ولكن بتاخد جانب معين من حساباته ومنقدر نستفيد منها طبعا هو خلط ما بين الهندي وخلط ما بين اليوناني وطلع باللي هو التنجيم التطوري علم التنجيم الفيدي اللي هو برضو معروف باسم الجيوتي وهو نظام فلكي قديم نشأ فيه شبه القارة الهندية نقدر نرجع جذوره للفيدة لأنه هدول أكثر ناس يشتغلوا فيها اللي هي النصوص القديمة الهندوسية يعتبر ساق برشارة هو أهم الأشخاص أو الأباء المؤسسين لعلم التنجيم الفيدي يعني عمل كمرجع أساسي للمنجمين الفيديين بركز علم التنجيم الفيدي بشكل كبير على الحسابات الدقيقة لمواقع وكواكب وتأثيرها على حياة الفرد وبرضو كذلك التنبؤات حول الصحة والوظيفة والعلاقة والنمو والروحي أيضا علم التنجيم الصيني علم التنجيم الصيني متجذر بعمق في الفلسفة والثقافة الصينية والتاريخ بامتد لألاف السنين الشخصيات الرئيسية المرتبطة بعلم التنجيم الصيني هي الحكيم القديم فوشي اللي ينسب له تطوير ثمان أشكال ثلاثية الأبعاد وأساس الآي تشينغ اللي هو كتاب التغييرات بسموه البيقاوة لها ثمان رموز طبعا يستخدم علم التنجيم الصيني دورة مدتها 12 عام ممثلة بعلامات حيوانية مثل الجرد والثور والنمر اللي انتو بتعرفوها وما إلى ذلك وبيضمن عناصر من اليين واليانغ اللي هي العناصر الخمسة اللي هي الخشب والنار والأرض والمعادن والماء ومبادئ الإنسجام الكوني علم التنجيم الأوراني علم التنجيم الأوراني المعروف أيضا باسم علم التنجيم في مدرسة هامبورغ وهذه ظهرت في أول القرن العشرين قام بتطويرها ألفرد ويت ويمين كمان فريدريش سيغرون اللي هو الألماني وهدولا طبعا قدموا مفاهيم الكواكب العابرة اللي هو دخلوا نبتون كمان على الموضوع والكواكب الافتراضية وراء زحل اللي هو نبتون وبلوتو صار التركيز ودخلوا شوي عن أورانوس طبعا هذا علم التنجيم بأخذ درجات حساسة ونقاط حساسة بالحسابات وعمل كواكب افتراضية ونقاط افتراضية بالكون وصار لها أسماء طبعا هسا احنا كثير من الأشخاص بحكوا فيها وهم مش فاهمين شي ليزيوس وهيديوس وكابدو والشارق والغارب وعمود السماء وتد الأرض والتقسيم هاي طبعا هاي كلها من مدرسة المدرسة التنجيم الأوراني اللي هي من مدرسة هامبورغ ولكن للأسف الشديد انه تم الخلط في هاي المسائل وفهمها بعكس محتواها تماما علم التنجيم الباطني طبعا الحركة الباطنية معروفة اللي هي الحلقة ظهرت بالعصر العباسي وهي كانت لها علاقة وأفكار بين الفلسفة وما بين القلب ونفوا كثير أشياء من الدين وكانوا معارضين للدين وعملوا حرب على الدين أساسا وتم تكفيرهم وتم قتلهم لأنه هدولا تقريبا هم اللي كانوا خنجر بكل الحضارات لأنه كان بدهم دولة لهم لحالهم اللي هو طبعا حسن بن الصباح ولكن هدولا من الأساسيين الأشخاص اللي اشتغلوا برضو في علم التنجيم الباطني وحطوا أساسياته وكان الطوسي طبعا هو الحجر الأساسي اللي اعتمدوا عليه في تأسيس علمهم اللي هو الطوسي الفارسي من طوس طبعا كانوا بيتعمقوا في رحلة الروح والنمو الروحي والتفاعل بين العالم المصغر اللي هو الفرد والعالم الكبير اللي هو الكون واللي هسه طبعا طلعوا جامعة الطاقة اللي بيحكوا بالطاقة والهذا باخدوا من المعتقدات الباطنية عشان تعرفوا بس قديش قديش بيصالوا الناس اللي بخشوا في مجال الطاقة للكفر وهم ما بيعرفوا لأنه ما بيعرفوا الأساس من وين يجا طيب الباحثة الشخصية البارزة في هذا المجال قامت بالبحث في هذا الموضوع وبتوجيه تعاليم وشافت أنه معلمين التبتيين أو المتخصصين في علم التبت زي دوجها الخول مثلا هذولا كانوا لهم شكل أساسي وكتب مؤثرة اللي هي مثلا علم التنجيم الباطني بدمج بين علم التنجيم الباطني ومفاهيمه الثيوسوفية احنا منسميها وطبعا أمور لها علاقة بالروح والحكم الباطني لعلامات والكواكب والتدفق الطاقة بين علامات الأبراج يعني هاي اللي هسه صار معروف باسم الريكي والطاقة والهذا كلها نسرقت من هذا المكان وعملوا لها اسم جديد ودخلوا لها مصطلحات لها علاقة بالهند وبالصين وبالهذا وهي أساسا علوم باطنية كفرية بالكامل ولكن الفحوة تبعها بقول لك لا احنا الطاقة الاسلامية والطاقة المش عارف ايش يا اما انت بتقول انا صوفي يا اما بتقول انا باطني اما ما في ما في بينهم علم الاحياء الكونية علم الاحياء الكونية طبعا هو من نوع من انواع علم الفلك التنجيمي هو طوره رينهولد بريتن وهو طبعا هذا كان في منتصف القرن العشرين جمع بين علم التنجيم ومبادئ نقاط المنتصف والتوافقية وصوأر الكواكب وركز على العلاقات الرياضية والتفاعلات الدينماكية بين الاجرام السماوية استخدم حسابات دقيقة لتحديد النقاط المهمة في مخطط الميلاد طبعا بسعى علم الاحياء الكوني لتوفير نهج اكثر علمية وتجربية لعلم التنجيم مع التركيز على علم تحليل النقاط الحساسة وانماط الكواكب وارتباطاتها باحداث او مواضيع محددة في حياة الشخص طبعا هذا اللي هو اللي الان يستخدم اللي هو تحليل الخارطة الفلكية طبعا هو والنفسي بيشتغلوا نفس النمطية ولكن هذا دخل اللي هو علم الاحياء الكوني دخل بشكل اعمق في التحليل طبعا اتحرف برضو رغم هيك علم التنجيم المالي اللي العلاقة بالمال وهذا بيتركز على تطبيق المبادئ الفلكية في اسواق المال واتجاهات الاقتصاد وبيسعى لتحديد الارتباط بين الانماط السماوية المؤشرات المالية بهدف توفير نظرة ثاقبة لدورات السوق وتوقيت الاستثمارات والتنبؤات الاقتصادية بعض الشخصيات البارزة في هذا المجال كان جان اللي هو دابل يو دي جان اللي هو اللي يطور انظمة تجارية وقائمة من المبدأ الفلكي اعتقد ريم ميرمان اسم الشخص اللي هو اشهر واحد في السوق او المنجم المالي وكان له مساهمات كبيرة في هذا المجال وبرضو دخل طريقة حسابية جديدة وغريبة وكان لها اثر كبير ومن خلالها احنا صرنا نعرف امتى بصير ضغط على المال وكسد وتراجع وهبوط للعملة وصعود للعملة طبعا من هذا البحث علم التنجيم الطبي علم التنجيم الطبي طبعا له علاقة بين التأثيرات السماوية والصحة وبس على تحديد المشاكل الصحية المحتملة والميول والاوقات المثلة لاجراءات طبية بناء على العوامل الفلكية من الرواد في هذا المجال نيكلوس كولبر اللي هو طبيب ومنجم انجليزي كان في القرن السابع عشر ايلن نعمان برضو عالم تنجيم الطبي المعاصر كتبت كثير وعنطاق واسع حول هذا الموضوع انها دمجة ما بين الابراج كل برج نقاط ضعفه وحسسيته والامراض المتوقعة وقارطه الفلكية وان الضعف بصير في الجسم او نقاط الضعف المحتمل انه يصاب فيها المرء والحركة الكونية وبتأثر على إيش طبعا كان هذا من المجالات الواسعة اللي أنا طبعا من الأشخاص اللي أخذ فيه كمان علم التنجيم الدنيوي بيركز علم التنجيم الدنيوي على تطبيق المبادئ الفلكية على الأحداث العالمية والشؤون الوطنية والسياسية والاتجاهات العالمية وبيسعى لتحليل التنبؤات والتطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على نطاق واسع من الشخصيات البارزة في هذا المجال وليام للي يعني هذا المنجم الإنجليزي المؤثر اللي كان في القرن السابع عشر وأندري باربولت برضو المنجم الفرنسي المعروف اللي بعلمه اللي دخل الأنماط الدورية وتحليل الأحداث التاريخية باستخدام علم التنجيم طبعا وانا فيه أشخاص أجوا أخذوا من هذا العلم الجزئية لأنه ما فهموهوش لأنه صعب جدا أخذوا جزئية بسيطة ودخلوها على أنها تحليل للخارطة الشخصية والتحولات السنوية وانا مش عارف ايش والكذب اللي هي الخلاط هذا علم التنجيم الاختياري علم التنجيم الاختياري هو بيتضمن علم التنجيم اختيار الأوقات السعيدة لبدء أنشطة أو أحداث معينة بهدف لإيجاد لحظات مواتية من الناحية التنجيمية للبدء بمساعي مثل الزواج أو المشاريع التجارية أو القرارات المهمة وبيعتمد هذا المجال على تقنيات مثل عبور الكواكب اللي بتسمعوا فيها والجوانب المواضيع المنزلية لتحديد التوقيت الأنسب والتحولات والأمور هاي وبتشمل بعض الشخصيات البارز المرتبطة بعلم التنجيم الإلكتروني ومنجيم عصر النهضة جيده بناته طبعا هذا هو مؤلف المعاصر وبرضو في عنا دونا كونجهام هدولة الاثنين هم الأساس اللي حطوا الحجر الأساسي في هذا الموضوع ما إلو علاقة ترجعوا يقول لك هذا من أبو معشر وهذا مش عارف إيش ما كله صار يكذب ويرمي لك على أبو معشر وعلى بطليموس وهم لهم مش علاقة في الموضوع حدو لك لهم إشي وهذا إشي ثاني وهذا طبعا هسا اللي الناس سيقى فيه وهي مش فاهم شو هو وبتحكي فيه وتحولوا برجك السنوي وطالعك السنوي والمبتز والمش عارف إيش كلها مأخوذة من علم التنجيم الاختياري علم التنجيم الفلكي طبعا بيعتمد علم التنجيم الفلكي على مفهوم البروج الفلكية واللي بيأخذ على اعتبار الموقع الفعلي للأبراج في السماء لحظة الولاد اللي هو إحنا منسميه الطالع وبيختلف عن علم التنجيم المداري اللي هو هذا إلو حسابات أخرى طبعا التنجيم الفلكي هذا بيثبت المسائل والخارطة الفلكية وهذاك بيسبق لأنه هذا إلو حسابات وهذا إلو حسابات لأنه علم التنجيم المداري بيعتمد على الشمس كمحور الأساس يعني بالنسبة للفصول وبيشمل الشخصيات البارزة في هذا العلم الفلكي سيري الفاغان طبعا هذا الشخص دعا لاستخدام الأبراج الفلكية في علم التنجيم الغربي بذل كل اللي كان موجود وفي ناس تبعته ومشت على النهج تبعه ولكن اكتشفوا في النهاية أنه هاي الطريقة تبعته برضو تنقص شوي لأنه هو برضو حط الكركم والكزبرة فخربط كثير من الأشياء علم التنجيم التوافقي علم التنجيم التوافقي أو الأنماط والعلاقات اللي تم إنشاها عن طريق تقسيم الأبراج إلى أقسام متناسقة مختلفة وهذا منسمي احنا يعني أو بيأكد على التناغم الرياضي والرنين بين مواضع الكواكب وأهميتها في حياة الفرد جون ايدي هو المنجم البريطاني اللي حط الأساسيات لهذا الاتجاه التوافقي يعني يطور ايدي مفهوم المخطط التوافقي وحدد الجوانب التوافقية المحددة اللي بتحمل معاني وطاقات فريدة اللي هي احنا منسميها بالزوايا وأيضا لما منيجي من حط خارتين لشخصين مع بعض ومنقارن الكواكب كيف كانت بين الاثنين ومنعرف قديش نسبة التوافق ما بين الطرفين والنسبة التوافقية ما بينهم إن كان في زواج أو في صداقة أو في عمل أو في غيرها طبعا هذا الشخص اللي حددوا النقاط الأساسية لهذا الموضوع علم التنجيم الهوبر بيدمج علم التنجيم الهوبر اللي أساسه برونو ويلز هوبر علم التنجيم مع المبادئ النفسية والروحية يعني خلط اثنين في خلاط واحد وسمى الاسم باسمه وهو علم التنجيم هوبر يعني هو علاقة على التنمية الشخصية للفرد والوعدي الذاتي والغرض من الحياة بيستخدم طريقة هوبر مجموعة من العوام الفلكية بما فيها الأبراج والعبور وتطورات عمر الكواكب الاكتساب نظرة ثاقبة لترتيب النفسية للفرد وممارسة النمو المحتملة يعني تعتبر كتب هوبر مثل كتاب الكواكب ومعناها النفسي اسبكت بيترن أعتقد أسترولجي هذا اسمه أعتقد هذا اسمه للكتاب من المراجع الرئيسية في هذا النهج علم الخرائط الفلكية علم الخرائط الفلكية المعروف باسم علم التنجيم بيركز على تأثير المواقع الجغرافية المختلفة في حياة الفرد بناء على مخطط ميلاده بيدرس كيف بتكون طاقات الكواكب والخطوط اللي بتتقاطع مع سطح الأرض اللي هم احنا بنسميها خط السرطان وخط الطول وخط العرض وهاي وانه هاي كل منطقة جغرافية بتعطي سمات معينة لكل شخص وبتأثر على مجالات مختلفة في حياته مثل الحياة المهنية والعلاقات ونمو الشخصية طبعا اشتهر عمل جيم لويس اللي هو المنجم الأمريكي عن معنى هو من المؤسسين وطوروا لويس لنظام لرسم الخرائط بيعرف في خرائط استرو كارتوغراف اسم نظام الخرائط اللي بيشتغل عليه واللي بتحدد المناطق ذات الأهمية الفلكية في جميع أنحاء العالم اللي هي نقاط الطاقة والقوة والمشعارة في إيش والأشخاص هدول المولودين مثلا في الأردن صفاتهم كذا 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 وبصلحوا بكذا كذا كذا استثنى إنه البلد إلها تاريخ تأسيس وبتحمل برج معين والناس اللي فيها بتطبعوا على طباع البرج وبتتحكم فيهم لا هو خلى النقاط المقطعية هاي هي اللي إلها التأثيرات الأساسية وأنه الأشخاص هدولة يعني اللي إجا بعدها الناس أخذوا من هاي الفكرة لأنه هم مش فاهمينها أخذوا من هاي الفكرة وأخذوا من بعض المدارس الأخرى ودمجوها بخلاطوا وقال لك أنت مولود هنا وزحل مأثر عليك بدك تسافر على البلد الإفلانية لأنها طاقتها بتعطيك وبتتجوز هناك أو بتغنى هناك وبتفكر مش عارف وين طبعا خلطة ملهاش علاقة وبرضو مسرقة برضو من الفلك الباطني علم التنجيم الأوراني ما بعرف حكيت عنه ولما حكيت عنه لأنه بحكي ارتجالي فمش عارف حكيت ولما حكيت ولكن خليني أحكي النقاط هاي علم التنجيم الأوراني المعروف باسم مدرسة تنجيم هامبورغ اللي هو ألفرد ويت اللي كان بأول القرن العشرين اللي هو ركز على الكواكب الافتراضية والنقاط الحساسة اللي هو أجاب من الحضارات القديمة اللي هي السهام والكواكب أيضا اللي مش موجودة وحد دقاء زي اللي ليث قمر الأسود والكواكب الأخرى اللي لحد الآن ما تمش اكتشافها وأخذ من الصينيين شوي أخذ اللي هو رأس التنين وذيل التنين وما أخذ من الهند سماها كيتو راهو قلطهم بالخلاط وطبعا في ناس كتير اتبعوه لأنه هو بالأساس هو باعتمد على مبدأ يعني هذا الشيء عامله غلاف ولكن هو بالأساس سارق العلم الأساسي اللي هو من تحليل الأحداث والأنماط النفسية يعني هو أخذ من العلم النفسي والباطني والأشياء هاي وحطها الأساس ولكن بزخرف الكلام تاعه بالأشياء الأخرى ولكن هو يعتمد يعني خلطة نصب بمعنى آخر ولكن لازم نحكي عنه إلا أتباعه رانوسويت أوليدفيك رودولف أوروث بروموند هذول الأشخاص الأساسيين اللي اشتغلوا على هذا النمط التنبؤ الفلكي بيهتم التنبؤ الفلكي بإجراء تنبؤات وإسقاطات حول الأحداث والاتجاهات المستقبلية بناء على المبادئ والتحليلات الفلكية بتشمل تقنيات تنبؤات فحص عمليات عبور الكواكب والتقدم والطرق التنبؤية الأخرى لتوقع التطورات المحتملة في حياة الفرد أو المجتمع أو الأحداث العالمية وطبعا المنجمين البارزين في هذا المجال واللي قدموا مساهمات كبيرة في هذا المجال ليز جرين وروبرت هاند وستيفن فورست هدول الأساسيين اللي تقريبا أنا من الأشخاص اللي بيتجه لهاي المدرسة في أغلب الأوقات لأنها بتعطي تحليلية مع المدرسة النفسية لأنها بتدخل والمدرسة الصوفية برضو بتلعب دور مدرسة الفارسية بتلعب دور مع البطليموس بتلعب دور يعني أنا بأخذ المدارس العقلانية أكثر يابل ما أدخل على المدارس الروحانية أو اللي بتأخذ بالسراب والأشياء اللي مش موجودة بس بدي أنا أدخلها بأي طريقة عشان أني أعمل حشو في عقول الناس علم التنجيم النفسي علم التنجيم النفسي غير عن علم التنجيم التحليلي يعني هذولا يعني هو يعني منقدر نقول هذا مجال وهذا مجال ولكن اثنين بلعب بنفس الملعب يعني اثنين بكمل بعض ولكن هذولا زي ما تحكي مدرسة وانقسمت قسمين ولكن رموزها اللي هو نفسي أعرف ألفظ اسمه صح من أول مرة والله اللي بقولها ثلاث مرات لعطيه جائزة وكارل وينج هذولا الأشخاص هم نفسهم يعني أخذوا المدرسة النفسية أخذت هاي التحليل تبعاتهم وعملوا التحليل النفسي وضافوها يعني وقسموا مدرسة أخرى ولكنها نفس المبادئ نفس الإشي ولكن هي اسم مدرستين اسم الزيد مدرسة زيد ومدرسة عبيد شو المناهج نفس المنهج اثنين بدرسوا نفس الإشي علم التنجيم الكارمي علم التنجيم الكارمي هو علم الكارمة والإيمان اللي هسا طبعا هذا الموديل الجديد طلعنا بلشوا يحكوا فيه على أنهم اكتشفوا إشي جديد هسا بتعرفوا كيف علم التنجيم الكارمي أو مفهوم الكارمة والإيمان اللي لها علاقة بالسبب والنتيجة وتأثير الحياة الماضية على التجسيد الحالي يعني واحد كان عايش بالماضي وبعدين رجع يجي على الحياة هاي والكارمة الحياة الماضي هسا بده يكفر عنها بالحياة هاي ويعاقب عليها وبس على الكشف عن بصمات الحياة الماضي والدروس والأنماط اللي بيتم حلها من خلال مخطط الولادة عشان يعرفوا كارمته من وين بتيجي طبعا بيحلل المنجمون الكارميون مواضيع الكواكب والمحور العقدي اللي هو زي ما حكينا اللي هو الشمال والجنوب نجم الشمال والكيتو والراهو بسموهم والجنوانة بالاكتساب نظرة ثاقبة في رحلة الروح التطورية وبتشمل الشخصيات البارزة في هذا المجال اللي هم مارتين شولمان اللي شاع في علم التنجيم الكارمي بسلسلة كتب حول عقدة القمر والليليث وجيدي هول والكيتو والراهو والأمور القصص هاي كلها طبعا كله سارقه هو من الدين أو المعتقد الهندي الهندوسي وجابوا على أنه الزلمي هو اكتشف وعندنا ناس كتير بتحكي فيه على أنه بتفهم هي ولكن هي خليط خالط الدنيا كلها في بعض لا فهم لا هاد ولا هاد لأنه هذا بيحكي عن الحياة الماضية يعني بيحكي عن مش بحل الخارطتك لا هو بحل الخارطتك كيف أنت كنت بالعالم الماضي وأنت جاي على العالم هذا شو بدك تعمل يعني أنت كواحد مقتنع أنه ما في حياة سابقة قبل هاي الحياة أنت كنت عايشها واجيت على هاي الحياة هي هالمرة أنت عبورك جاي من بطن أمك هيك وطالع مية وين الحياة يعني كديانات سماوية هي بتؤمن في هذا الشيء ولكن كثرة الزن وكثير من المواقع حكت في هذا الموضوع صاروا الناس يشكوا أنه كانوا في حياة أخرى وهم مش فاهمين إيش الحياة الأخرى إذا بدكوا حابين نحكي لكم عن الحياة الأخرى اللي كنا فيها قبل إيش هي أو إيش هم إيش عددهم اللي إحنا كنا فيه هو قبل ما نيجي هاي الحياة يعني بنعمل لكم حلقة عليها البحث الفلكي البحث الفلكي هو بيشمل البحث الفلكي الدراسة العلمية لعلم التنجيم بهدف التحقق من صحة المبادئ التنجيمية وسقلها من خلال التحقيق والتجربة بيقوم الباحثون بتطبيق أساليب إحصائية وإجراءات مسوحية يعني بنعمل إحصاءات كاملة ومنحل المجموعات وبيانات كثيرة ومنستكشف الارتباطات بين العوامل الفلكية والظواهر المختلفة عشان نعطي أكثر شمولية وتحديد للإيجابية وللسلبية فهذا المجال أنا من المختصين في هذا الشيء يعني أنا ما بأخذ بالشغل مسلم عشان هيك أكثر من مرة قلت أنا ما بأخذش أي إشي على أنه هو الصح والباقي كله غلط إذا ما جربت الشيء وحسبت عليه وتأكدت منه أكثر من مرة أنا ما بحكي فيه مش إنو والله بس عندي كلمة بدي أسجل فيها حلقة وخلصنا ويلا وين ما راحت هالدنيا تروح طيب من أهم الباحثين الفلكيين ميشيل وبرضو فرانسواز جوكلين هدولا أجهروا دراسات مكثفة حول العلاقة بين مواقع الكواكب والنجاح المهني وبرضو في جيفري الدين اللي فحص بشكل نقضي لإدعاءات الفلكية من منظور علمي طبعا وهدولا من الأساسيين اللي أنا باعتمدهم في طريقة عملي لأنه أنا زي ما حكي تلكوا زلمي بحب أشغل مخي بأخدش الإشي مسلم أنا ما عندي مسلم وفيش مجال الشيك فيه إلا الله عز وجل وكتابه علم التنجيم البداي علم التنجيم البداي هو اللي طبعا برضو كارل وينغ وجوزيف كامبل اشتغلوا عليه فترة اللي هو بعمل النماذج الأولي والأنماط الأسطورية ضمن مخططات الولادة بيستكشف الرموز والمواضيع العالمية اللي بتربط الأفراد بالتجارب الإنسانية الجماعية بيفسر فيها المنجمون والنموذجيين مواضيع الكواكب والجوانب من خلال عدسة الأساطير والأدب الدب الأكبر والدب الأصغر والرمزية والأسهم ومن الشخصيات البارزة في هذا المجال طبعا ريتشارد تارناس أعتقد مؤلف كتاب الكون والنفسية وجيمس هلمان اللي دمج علم التنجيم في نهج النفسي والمعرفي باسم النفس البداي يعني برضو كله دمج كله بكله علم التنجيم الاهتزازي علم التنجيم الاهتزازي اللي هو اللي هو ديفيد كوكرين يعني هذا يعني حط صفات الاهتزازية والرنين في مخطط الولادة وبيأدي للعلاقات الرياضية والتوافقية بين مواقع الكواكب وتردداتها واهتزازاتها طبعا بيستخدم المنجمين الذبذبات ببرامج وحسابات متخصصة لتحليل الجوانب التوافقية والنسب الموسيقية والأنماط الهندسية في مخطط الولادة بالهدف عن الكشف عن طبقات أعماق من المعاني وذنماكية الطاقة طبعا إذا حدا فهم اللي أنا قلته بعطيه مش جائزة بعطيه هدية معتبرة عشان أشرح لكم لأنه هذا يعني نوع علمي لأطباء أو اللي بيشتغلوا في مجال الطب وخصوصا النسائية تحديدا بيقدروا أنهم بيشتغلوا على هاي الحسابات وخصوصا اللي بيشتغلوا بعمليات التلقيح هذا المجال هو مجال واسع جدا عشان تحديد جنس المولود ذكر أو أنثى اللي هي عملية تلقيح البويضات X و Y وشغلات زي هيك طبعا اللي في مجال الطبيب بفهموها إلها علاقة بالبروج الذكورية والبروج الأنثوية ووجود القمر في برج ذكري أو أنثوي ونسبة الحمل في ذكر أو أنثى أو توأم وطريقة اللعب على هذا الموضوع طبعا أول من اشتغل على هذا المجال كانوا صينيين قداما لغ العلم الصيني ولكن كان بشكل برنامج بسيط الآن هذا البرنامج صار دقيق جدا لدرجة أنه نسبة الخطأ فيه وصلت لخمسة في المية أو ثلاثة في المية طبعا بيجي بيقولك لا هنا يتحكم بإرادة الله وربنا يضع الذكر والأنثى ربنا اللي يضع الذكر والأنثى صحيح لأنه لو ربنا مش رايد هذولا ما بنجحوا فهو بالأساس هي إرادة ربنا ولكن هم الوسيلة وثاني إشي هذولا ما حددوا أنه الولد هذا بدي يجي سعيد ولا شقي طويل عمر قصير عمر في مرض فش في مرض يعني ما حدش يلعب على الزاوية هاي هذا علم يعني علم التنجيم الهوراري وهو فرع من علم التنجيم بيركز على الإجابة على الأسئلة محددة بناء على لحظة طرح السؤال وهذا برضو أنا من الأشياء اللي أنا بشتغل فيها اللي هو بيجي شخص بقول لي حلل خرط الفلكية بقول له أسف لأنه أنت أدرب شخصيتك ليش أغلب حالي ولكن اسألني سؤال إيش بدك فبتيجي بتقول لي عن موضوع الزواج بجاوبك بتقول لي عن موضوع الشغل بجاوبك ولكن تقول لي زواج وشغل بجاوبك إيش اسألني سؤال واحد هذا هذا المجال الهوراري هو بيشتغل على هذا الموضوع يعني هو تطرح سؤال بناء على لحظة طرحك للسؤال بعطيك الجواب يعني ممكن تسألني يا الظهر أعطيك جواب تسألني يا العصر أعطيك جواب ثاني لأنه هذا بيستخدم مخطط لوقت الاستعلام اللي هي منسميها الساعة وحاكم الساعة يعني منقسم النهار لساعات والليل لساعات كل ساعة لها كوكب معين وعلى حسب أنت الوقت اللي سألت فيه سؤال الكوكب هذا بعطي الجواب سعيد أو نحيص وبرد عليك بالإجابة طبعا هو بعطي رؤية توقعية لا جربته كثير أعطى جواب أجوبة ممتازة جدا وهو باعتمد زي ما حكينا على حكام الكواكب ونظام المنازل وتحليل السؤال وتقديم الإجابة بين الشخصيات يعني اللي كانوا من هذه الشخصيات البارزة في هذا المجال كان برضو ويليام ليلي اللي عمل يعني كتاب مؤثر جدا كان في هذا المجال له علم التنجيم المسيحي كان اسمه وهو من الكتب الشهيرة في هذا الموضوع برضو قسم الأوقات وإجوا ناس سرقوا وترجموا أخذوا مقتطفات منه صاروا يقسموا ودخلوها في أشياء طاعا في أشياء ثانية برضو هو الأساس الهراري مش هو العلم الأساسي هو مستقى من علوم أخرى ولكن هو اجتهد وجمعه بطريقة معينة وبرضو في عنا جون فراولي ما رس هذا المجال بشكل جيد ومؤلف حديث جديد ولكن برضو عنده نظرة جديدة لهذا الموضوع ما إلها طريقة حسابية ولكن مش بصدد إننا نذكرها علم التنجيم التطوري علم التنجيم التطوري اللي هو بيستكشف علم التنجيم التطوري مفهوم نمو الروح والرحلة التطورية للروح عبر فترات حياة متعددة يعني زيه زي الريكي يعني سرقوا زيه زي الكيتو والراهو سرقوا من هذوله وجمعوا في هذوله وطلعوا لنا مدرسة جديدة هذا طبعا بعطي فهم للهدف الأعمق والدروس المشفرة في مخطط الولادة بيفحص المنجمون التطوير والمحور والعقية دي والبلوتو لأنه بيحكي عن الحياة الأخرى والمورائيات ومؤشرات الكارمة الأخرى يعني هو بيشير لنوايا الروح وتحديات مسار التطوير يعني هاي يشتغل عليها طبعا اللي هو جيفري وولف جرين هذوله مؤسسيه هذا العلم التطوري ما بقدر أنكره عشان يكن لازم أني أنا أحكي عنه ولكنه أنا ضده تماما لأنه هذا مسروقه أساسا من الباطنية ونفس أسلوبهم اللي دمجوا ما بين كل الأشياء وطبعا خبصة وكله مبني على غلط الإرشاد الفلكي الإرشاد الفلكي اللي هو طبعا هو بجمع الاستشارات الفلكية بين علم التنجيم وتقنيات الاستشارة لتقديم التوجيه والدعم البصيرة للأفراد اللي بيصعوا لفهم الذات والنمو الشخصي وهذا طبعا برضو من أسلوبي بيستخدم المستشارون الفلكيون مخطط الولادة كأداء لاستكشاف نقاط القوة والتحديات وأنماط الحياة لدى العميل بأخذها بقول له أنت عندك نقاط قوة كذا وكذا وكذا استخدمها واتجه عليها عززها وخلي اتجاهاتك بهذا المجال فأنت بتستفيد من خلالها عندك نقاط ضعف مثلا العصبية والكذا والكذا هذا لدك تهاجمهم تحاول أنك تبدلهم في حياتك مش شيء أنه خلص موجود معناته ما بيتغير لا أنت بإيدك أنك تغير كل شيء وطبعا إحنا منوخذ من الفلك النفسي ومنوخذ من الأمور الإرشادية والتحليلية برضو مندخلها في هذا الموضوع لأنه كلها مترابطة مع بعض في تحليلنا طبعا هذا معطي وجهة نظر نفسية بحتية في هذا الموضوع من خلال معرفة الكواكب وتأثيرات على الأشخاص بتشمل الشخصيات البارزة في هذا المجال اللي هي نويل تايول وليزي جرين ومارك جونز اللي ساهموا في تكامل علم التنجيم الاستشاري بشكل واضح علم التنجيم النفسي التاريخي طبعا بيفحص علم التنجيم النفسي التاريخي التقاطع بين علم النفس الشخصي والأحداث التاريخية بيستكشف كيف بتنعكس الأنماط النفسية الجماعية والتطورية التاريخية في مخططات ميلاد الأفراد والأمم وبيجمع هذا النهج بين الرؤى النفسية والبحث التاريخي لاستكشاف عن النماذج الأصلية والدنماكية الأساسية اللي بتلعب دور في فترة تاريخية مختلفة ابتشمل الشخصيات البارزة في هذا المجال اللي هو ريتشارد ترانس اللي استكشف الدورات التاريخية في الكون وسمى كتابه الكون والنفسية وشارلز هارفي اللي دمج بين علم النفس وعلم التنجيم في عمله طبعا هذا العلم اللي هو الآن أخذوا منه جزئية وسموه علم الاجتماع يعني كله بدي يرجع وكله بأخذ من كله فهو من خلاله بدرس مراحل البني أدمين إنه هذا الإنسان مثلا مولود والله سند كذا ولكن والكواكب كانت هيق قبل مئة سنة كانت الكواكب موجودة مثلا في خارطة شخص بتشبه هذا الشخص ليش اثنين بيختلفوا عن بعض أو هذا مولود في الأردن وهذا مولود في الصومال واثنين بنفس الوقت ونفس الطالع ونفس الدرجة ونفس المش عارف إيش ليش بيختلفوا عن بعض طبعا أخذوا قياس المنطقة وتأثير المنطقة والبيئة والأمور هاي ودخلوها في التحليل طبعا أنا بعلم الاجتماع مش بهذا العلم من علم الاجتماع طبعا طورت الأشياء هاي فعشان هيك بيصير منظور مختلف وفكر أوسع حتى في التحليل النفسي آخر باب بدنا نحكي عنه هو أخطر باب اللي هو سحر الفلكي آآآ السحر 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 آآ معظم اللي بيشتغلوا في مجال السحر هم أساسا لازم يدرسوا علم فلك إذا ما عرف في علم الفلك وقال لك أنا سحر وبعمل وبجيب للحبيب وبجيب الزبيب وببيع مش عارف إيش وبرجع الغائب وبصح النايم هذا كله إذا ما بعرف علم الفلك بتضربوا بالصور مايه لأنه بأساس علم الروحانيات اللي برضو والباطنية اللي بيشتغلوا بالروحانيات والصوفية اللي بيشتغلوا بالروحانيات هدولا كلهم بدمجوا حتى بالديانات يعني حتى بكل الديانات المتصوفين في كل الديانات كرهابنة أو قساوسة فهدولا كلهم بيشتغلوا على الفلك فيبل ما أنت تدخل في مجالات اللي إلها علاقة بالسحر الفلكي أو السحر لازم تعرف الفلك أنه اثنين مرتبطات مع بعض كيف؟ ده أنه بيجمع السحر الفلكي بين علم التنجيم والممارسات السحرية والتقوس والتهجئة وبيسعى لتسخير طاقات تكوينات سماوية محددة لإظهار النتائج المرجوة وتسهيل التحول الشخصي يعني مثلا باجي أنا هسا لنفترض أنا زلمي بفك سحر ولكن بعمل إيش سحر؟ ليش؟ لأن عشان هيكي تعلمت هذا الإشي عشان أعرف أفك ماشي؟ باجي بقول طيب السحر بده يسحر هالسحر دي يسحر مين؟ طيب باجي بطلع الخارطة الفلكية الآن الكواكب الأساسية اللي إلها علاقة بالسحر اللي طاقتها سلبية وين موجودة؟ شو بتعمل؟ نقطة ضعف لمن؟ باستغلها معناته الأبراج كذا وكذا وكذا هاي اللي بنشغل عليها سحر الآن هذا بنشغله كذا وهذا بنشغله كذا وهذا بنشغله كذا القمر وين موجود؟ مين الضعيف فيها؟ سعيد منتحس بنشغل عليه كذا وكذا وكذا الزهرة سعيد منتحس بنشغل عليه كذا وكذا وكذا وفيه ساعته ووقته وحساباته وواوا إلى ما لنهاية إذا ما نشغل بالطريقة هاي معناته هذا بنكفز بالي هذا لا يعتبر سحر يعتبر خربيش جاج أما السحر معناته مرتبط بالفلك عشان يعطي النتائج المرجوة بالنسبة لهم وبيعمل السحر الفلكيين على المرسلات الكوكبية والتوقيتات والجمعيات الرمزية والموائمة ونواياها من القوى الكونية للطلاسم وواوا إلى ما لنهاية والمربعات والخواتم متلث ومربع ومخمس ومسدس ومثمن وتقسيمها والرموز اللي بتنحط فيها والأرقام والأعداد وواوا إلى ما لنهاية وبتصل عاد هاي بوابة بتفتح عليه كل أبواب السحر اللي في الكون السحر الأحمر والسحر الأسود وواوا إلى ما لنهاية من أسحر والكبالة وغيرها طبعا هو الساحر الفلكي البارز اللي كان في هذا المجال طبعا هو اللي حط زي ما بقولوها السم بالعسل خلطوا هيك وأخذت ناس منه كثير واشتغلت عليه وطوروا طبعا هو فتح الباب لهذا الموضوع اللي هو الساحر الفلكي التقليدي بلاش نحكي ولا نحكي لكم اسمه لا خلينا عشان الأمان العلمي يعني اللي هو كروستوفر وارونك هذا الشخص هو سبب البلا اللي عايشين فيه الناس واللي أنا اضطريت أني أنا قرأت كتبه لأجل أني أعرف كيف أفك الطريقة اللي بيشتغلوا عليها وهي كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقة اللي بيجيب لك فلان وفلان واللي من مصر واللي من المغرب واللي ها كلهم سارجين من هذا الشخص لأنه هذا الأساس هذا اللي جمع المعلومة الأساسية لأنه هذا إن كان اليهود أخذوا منه الحخامات إن كان اللي ببلاد فارس بعمان بالمغرب بالهذا وكل اللي بتسمعوا واللي بقول لك التحضير الروحاني والمش عارف إيش كلها ما أخذ من البنية دم هذا لأنه حط الأساس للدمار بس يعني هو طبعا سارجوا من الباطنية برضو طيب أنا طولت كثير هيك يعني حلقة طويلة ولكن مهمة جدا إنه هيك هي تفهموا شوي إيش في الأشياء ومن وين إجت وكيف تركبت وهدول الناس اللي بيحكوا كل واحد من وين بيجيب على طول هيك أنت بصير تحدد اتجاهات ومن وين سارج ومن وين داس ومن وين خالط ومن وين شبك الدنيا في بعض فإذا ما كان عارف الشخص هذه المعلومات بيظل تاية بيظل مش فاهم بيفكر إنه هدول الناس نازلين من كوكب آخر أو من كوكو آخر ومن إنسان كله الناس كلها بتأخذ من كتب وبتحكي بدون ما تفهم شو اللي بتحكي ولا مين بتحكي ومن وين جابت وهذا الكلام إذا حابين أتخصص بنقطة معينة وحابين أني أتعمق فيها أكثر ونشرح فيها أكثر يعني أنا لو بد أظل أحكي لكم عن مدارس في مدارس كثيرة لسه أحنا ما حكيناها ولكن هاي اللي هي المدارس الفعلية الموجودة يعني اللي بقدر أحكي إليها ثقل أما الباقي فأنا مش كثير لأنه هدولة كله كزبرة وكركم وشوية ملح وبضربوهم بالخلاط وسلامتك فما بأخذ بهذا الكلام فإذا حابين أن نتعمق في مسألة معينة قبل ما نبلش بالمدارس بالدروس فخلينا لأنه لازم أحط الأساس قبل ما أدخل أنا أدرس علم الفلك عشان يكون الواحد فاهم شو اللي بيدرسه منهجية الإش اللي بدي يدرسه إش هو قبل ما ندخل في أي شيء آخر هيك من كون انتهينا من هذا الحلقة من شاء الله إنها تكون مثمرة للجميع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر